السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لرغم فارس من خلف المايك في هذه الحلقة سوف نصمم هذا الشعار العميل كان طلبه بسيط فقط يشير الشعار لقاعة كمال أجسام أو أي شيء يعبر عن قاعة جيم وفتنس ويريد حرف الأ من اللغة الإنجليزية سبق أن شهد هذا العميل أعمالي وقد أخبرني أنه معجب بأسلوبي أو بطريقة عملي في دمج الأفكار مع بعضها لهذا سوف فقط أعمل مثل ما اعتدت أن أعمل لا يوجد أي جديد في تصميم هذا الشعار الأمر بسيط للغاية قمت بعمل فايل فتح ملف جديد 1200 على 1200 بعد ذلك أقوم برسم خط بهذا الشكل أقوم بالضغط على الألت والسحب بشكل مباشر حتى أقوم بعمل نسخة لا أهتم إطلاقاً للمسافة بكل بساطة لأني سأضغط كونترول دي وأخذ أكثر من النسخة بعد ذلك أحدد كل هذه كونترول جي لأقوم بدمجها كونترول سي لعمل copy كونترول أف لعمل paste in place بعد ذلك أقوم بجلب كل هذه العناصر مع بعض أتي إلى الbuilder shape tool أقوم بعكس حتى يصنع لها fill ومن دون stroke بعد ذلك قمت بعمل هذا أو كدلالة على double بعد ذلك بدأت أفكر كيف أدمج حرف الألف بكل تأكيد في البداية جربت أكثر من طريقة هكذا double بعد ذلك قمت بعمله حواف دائرية هناك سؤال أتاني كيف أستطيع أن أقوم بدمج الأفكار بكل تأكيد تحتاج إلى تغذية بصرية بعد ذلك تبدأ بالمحاولة ورسم sketch chat في هذه المرحلة بالذات أخبرت الصديقي الذي بدأ يتساءل أنه يجب أن تكون شغوف ويجب أن تكون تحب المجال حقا حتى تبقى تطبق فيها الأفكار تكرر تعيد وتحصل على أفضل نسخة بعد ذلك قمت بجلب كل هذه هكذا لأحصل على حرف الألف أو حرف الأ هكذا أتمنى أن أكون تلاحظه وهذا هو رمز الضمبل بعد ذلك أقوم بعمل ingroup بهذا الشكل أمسح كل هذه مرة أخرى ingroup أقوم بتحديد كل هذه مع بعض أسلبها إلى هنا ctrl-g بعدها أقوم بإخفاء كل هذه أقوم بتحديد هذا بعد ذلك أبدأ في زيادة stroke إلى غاية أن أحصل على القيمة التي أرى أن النسبة مناسبة مثلا هكذا بعد ذلك فقط أتأكد من أنه لا يوجد أي عيب بعد ذلك أقوم بتحديد هذا بعد ذلك أتي إلى هنا object بعد ذلك أقول له expand بهذا الشكل بعد ذلك أتوجه إلى هنا وأقوم بدمجه ليجعل منه شكل واحد بعد ذلك أحببت أن تأتي هكذا مائلة أضغط على text tool وأكتب apex دوما مراحظة مهمة هنا يا صديقي أتأكد أنك مختار اللغة الصحيحة فأنا كنت مختار اللغة العربية وبالتالي لم تأتي هذه الأحرف بشكل شيء بعدها قمت باستخدام هذا الخط البسيط بعدها مثلا دوما ما أحب استخدام smart guide لعمل المسافة وما إلى ذلك بين العمل والعمل الآخر مثلا أنا أحب أن يكون أكبر بقليل من هنا حتى أستطيع أن أقوم بإضافة slogan بهذا الشكل وأيضا أقوم بجلب هذه القيمة أو المسافة بعد ذلك أختار العين اللونية الذي أرى أو رأيت أنها مناسبة بالنسبة لمثل هكذا عملت بعدها أقوم بالتحديد كل هذا أتي إلى هنا وأجعله صغير أضغط ctrl G بعد ذلك أقوم بعمل التوسط مثلا في هذه الحالة أقوم برسم مربع وأجعله يأخذ لون داكن مثلا دعني أقوم باختيار hex code مثلا هكذا أتي إلى هنا orange send to a pack طبعا لأرى كيف يبدو العمل الخاصي بي بعد ذلك أستطيع مثلا أن أقوم بجلب واحدة أخرى بعد ذلك مثلا أأتي إلى هنا وأكبر بالنسبة لي شخصيا أحب أن يكون الفونت صغير بقيمة كبيرة أو بفرق واضح أدخل إلى هنا مثلا وأقوم بعمل paste بعد ذلك أقوم بتحديد هذا أو حدد هذا أيضا مرة أخرى وأقوم بتوسيطه بعد ذلك أتي إلى paragraph وأقوم بزيادة المسافة بين الأحرف مثلا ربما لا أريد كل من هذا وهذا وإنما فقط هذا وأقوم بزيادة القيمة إلى 605 بعد ذلك هكذا وأحصل على الشعار في شكله الخدامي وأقوم بتقديمه على موكبس للعمل كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم بشكل سريع أدمن أن نكون خفيف ظريف عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلقاكم في الدرس الموالي ترجمة نانسي قنقر